السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع اليوم أصدقائي هو يوم تاريخي لأنه سعر النفط انخفض بشكل كبير جدا ووصل إلى 85 دولار للبرميل الواحد وهذه هي أقل نسبة حتى أقل مما كان عليه سعر النفط قبل حرب روسيا على أوكرانيا كل شيء بهبوط الآن من الأسهم الأوروبية والأسهم الأمريكية والآسيوية وحتى الأسهم الروسية والصينية اليورو الآن يقترب من 96 سنت هو 97 سنت ويعني يهبط باتجاه 96 سنت وهذا الأمر يحصل للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عام دول العالم الكبرى وحتى النفطية منها مثل روسيا ودول الخليج ودول عديدة تنتج للنفط توقعوا أنه بحدوث أزمة عالمية وبحدوث ثدايات اقتصادية وحرب سوف ترتفع سعار النفط وسيكونون المستفيد الأكبر من الأزمة ولكن الآن الكل متضرر الركود الاقتصادي الألماني الركود الاقتصادي الأوروبي يعني أيضا أنه النفط الخام سوف لم يتم شراءه وسوف ينام على قلوب الدول المنتجة للنفط الآن كل ما أعمل تحديث لأسعار الأسهم والطاقة أجد كل شيء ينخفض سعره الآن اليورو فاقد ربع قيمته أمام الدولار بفترة ما قبل الحرب عن الآن ولو كان يعني قيمة اليورو بنفس قيمته ما كان عليه قبل حرب أوكرانيا يعني قبل ما يحصل تدهور بأسعار الطاقة وتدهور باستهلاك الهيدس أول وهذا الأمر أثر على الديزل لرأينا أنه الآن بالوقت الحالي نظرا للـ 85 دولار لسعر النفط لكان سعر الديزل يورو 20 سنت مع الضرائب والبنزين يورو 40 سنت مع الضرائب إذن ننتظر ونراقب عسى أن يعقل القادة ويستوعبون أنه العالم مترابط إذا نهار جزء منه ينهار الكل لاحقا الموضوع الآخر أصدقائي هناك تقرير ينشر الإعلام الألماني عن دولة بلغاريا والصربية وما يحصل بهذه الدول الآن من نشاط كبير جدا للمهربين الذين يجمعون الناس ويرسلونهم إلى الاتحاد الأوروبي وتحديدا إلى ألمانيا ويقول التقرير أنه بسبب الغلاء بدول العالم والظروف المصاحبة لحرب أوكرانيا يفر الكثير من الدول الأفريقية والآسيوية في أمل للوصول للاتحاد الأوروبي وتحديدا لألمانيا وبدولة بلغاريا بهذا العام نشط المهربين بمعدلات كبيرة وأصبحت أساليبهم أكثر عنفا وتهورا بنقل اللاجئين وتحصل الكثير من حوادث السيرة التي يموت بها الناس المتكدسين بالسيارات ويقول التقرير أنه هناك شيء الآن يطبخ على الحدود التركية البلغارية الكثير من المهربين يستعدون الكثير من اللاجئين يتكدسون هناك خصوصا أعداد كبيرة من اللاجئين الخائفين من الترحيل من تركيا أما بالنسبة لدولة صربيا أصدقائي فالآن أصبحت محطة تجمع للاجئين عبروا نقطة انطلاقهم الأولى ووصلوا إلى صربية ودفعوا مبالغ كثيرة للمهربين ليصلوا بهم إلى وجهتهم النهائية وهم الآن متجمعين بالغابات وبالبنايات المهجورة وهذه الصورة هي من مدينة سوبتيكا الصربية لخيم للاجئين ببناية مهجورة والآن أعداد اللاجئين كبيرة والكثير من المهربين هم بالأصل من اللاجئين حاصلين على إقامات بدول الاتحاد الأوروبي عندما يتعرضون لعمليات تفتيش روتينية من دوريات الشرطة على الخطوط السريعة بالدولة الأوروبية يتهورون بالسياقة وآخر حادثة حصلت قبل أيام قليلة على حدود النمسا وهنغاريا انقلبت سيارة صغيرة تحمل 16 لاجئ مكدسين بسيارة واحدة من جنسيات مختلفة يعني أسرع المهرب وانقلب على الخط السريع وأرتطمت السيارة بشجرة عدد المهربين الذين ألقي عليهم القبض بمنطقة اسمها بوغنلاند على حدود النمسا والمجر هو 205 مهرب ألقي القبض عليهم أكبر من كل ما تم القال القبض عليها بعام 2021 الآن نتحول للموضوع الآخر مساعدة الفونجلد الآن اتضحت صورة هذه المساعدة الآن وزيرة البناء الألمانية السيدة جيفتس أعدت مسودة قانون الفونجلد الجديد ونشرت رقم المساعدات والتفاصيل العديد المتعلقة بهذا القانون والحد الأقصى لمبلغ المساعدة وهذه المسودة سوف يتم تقديمها من الوزيرة إلى الحكومة الألمانية لأجل أن يتم رفعها للبرلمان لتحصل على الموافقة كي تطبق بالعام القادم قالت الوزيرة أن الزيادة بمبلغ الفونجلد ستكون بمقدار 190 يورو بالشهر يعني رقم الفونجلد الحالي سيضاف إليه حتى 190 يورو بالشهر لكي يصبح الحد الأقصى لهذه المساعدة 370 يورو شهريا يحصل عليها من يعمل ومعاشا ضعيف يعني حاليا يحصل على هذه المساعدة حوالي 600 ألف شخص بألمانيا والوزيرة تريد أن تجعل عدد المستفيدين حوالي مليونين شخص هذا الرقم كبير مليونين شخص هو رقم لا يستهان به الهدف من المساعدة حسب الوزيرة هو أن تساعد هذه الأموال بتسديد الزيادات بأسعار الطاقة وفواتير التدفئة والماء الساخن وأما من يعمل ومعاشا جيد إلى حد نسبي ويغطي تكاليف حياته وحياة عائلته فسوف لن يحصل على هذه المساعدة وسوف يتساوى وضع المالي مع من معاشا قليل ويحصل على هذه المساعدة إذن المساعدة هي شيء جيد ويساعد أصحاب الدخل الضعيف وبنفس الوقت ترك أصحاب الدخل المتوسط بدون دعم يهددهم بأن يصبحوا من طبقة الفقراء برأيي الشخصي أصدقائي لو تم إلغاء الضرائب وتخفيفها مثل ما أعلنت بريطانيا اليوم عن إعلان تاريخي عن تعديل بالضرائب فسيشعر الكثيرين بالارتياح لو قامت ألمانيا بإلغاء الضرائب على المحروقات لشعر الكثير بالارتياح الفقير والغني والمتوسط ولكن سياسة حكومة ألمانيا هي إتعاب من يعمل وإرهاقة بالضرائب والمساهمات وهذا الشيء خضير لأنه يشجع على الكسل بريطانيا تخفف الضرائب على الأفراد والشركات لأجل انعاش الاقتصاد وانعاش التوسع بالأعمال الذي يجلب من ناحية وضائف أكثر للفقراء هذا للأسف لا يحصل هنا بألمانيا نتحول للموضوع الآخر بسرعة وباختصار لإعلام الألماني والقناة الألمانية الأولى تنشر تقرير عن مخاطر عمليات التجميل بدولة تركيا الكثير من الدعايات على مواقع التواصل الاجتماعي تجتذب الأشخاص الراغبين بإجراء عمليات جراحية بأسعار أقل من أسعار ألمانيا ويقول التقرير الكثير من العمليات تنجح والكثير منها أيضا تفشل وتكون العواقب وخيمة وما يحصل الآن تحديدا هو بالعام الواحد بتركيا 620 ألف شخص يجري عملية تجميلية والأطباء يعملون بدون استراحات وحتى يكونوا متعبين أثناء العمل لأجل الكسب أكثر وأكثر ويؤدي ذلك إلى ارتكاب أخطاء سكان ألمانيا يذهبون هناك بأعداد كبيرة لأجل الأسعار اللي تكون أرخص 30% إلى 50% حيانا تكون العمليات خطيرة ببعض الحالات يكون الجسد لا يتحمل ولكن بسبب المال والربح لا يتم إلغاء العملية والنتيجة خلال عامين 20 حالة وفاة حصلت بألمانيا نتيجة مضاعفات لعمليات جراحية حصلت خارج ألمانيا وتحديدا بتركيا والقناة الألمانيا الأولى عملت لقاء مع امرأة ذهبت لتركيا ورفضت المرأة ظهار صورتها عملت قص لمعدتها ولاحقا حصلت لها مضاعفات خطيرة تعالجت هنا يعني بسبب هذه المضاعفات أنا برأيي الشخصي أصدقائي أينما كان إن كنت تريد إجراء عملية جراحية تأكد من الطبيب ومن المشفى وأنظر إلى تقييمات جوجل مثلا إن كانت تقييمات عالية اقرأوا التعليقات وانظروا إلى تجارب الآخرين هذا الأمر أنا أفعله بألمانيا حتى عند الذهاب لطبيب الأسنان أو لأي مشفى أو أي شركة تقدم خدمة ولديها موقع على الإنترنت الموضوع الأخير نتحول لأصدقائي الآن وهو اليوم بالبرلمان الألماني كان هناك ضجة كبيرة بسبب ما سيحصل بالتأمين الصحي بالبلاد كلكم تعرفون أنه من يعمل يدفع ضريبة تقريبا 19% وتأمين تقاعدي وتأمين صحي وهو نسبة مئوية من المعاش قدرها تقريبا 18% من يعمل أعمال حرة زل بشتندش يدفعها كلها يعني 18% بالتأمين الصحي ومن يعمل بشركة أو بمكان عمل يعني يدفع له صاحب العمل أو صاحب الشركة نصف المبلغ بسبب انفاقات ألمانيا العديدة على وباء كورونا من لقاحات ويعني من فحوصات كورونا أيضا وانفاقات عديدة أخرى يقل بشكل مستمر عدد الممولين لصناديق التأمين الصحي ويزيد عدد المستفيدين الذين لا يمولون صناديق التأمين الصحي والنتيجة الآن صناديق التأمين الصحي بها عجز مالي كبير قدر 17 مليار يورو وسيتم أخذ هذا العجز منه نحن الذين نعمل وندفع رسوم التأمين الصحي وستضاف الزيادة إلى النسبة المئوية من المعاش بمقدار ثلث النقطة المئوية بسبب هذا العجز أصدقائي من يتابعني يعني من فترة تكلمنا عن أنه بشهر سبتمبر تغير شيء تم إلغاء رسوم استقبال مريض جديد عند الأطباء وهذا يعني أدى وسيؤدي أيضا إلى فترات انتظار أطول عند العيادات كون يعني الطبيب يحصل على مبلغ مالي من التأمين الصحي عند استقبال كل مريض جديد بعيادته هذه الأمور وأمور عديدة أخرى بالنتيجة النهاية انخفضت جودة الخدمة الصحية وأصبحت مكلفة جدا اليوم وزير الصحة كارلة أطباخ يدافع عن الزيادات بوسامات التأمين الصحي ويقول إنها ضرورية لاستمرار العمل يعني ولاستمرار النظام بالعمل الانتقادات كثيرة ولكن لم يتغير شيء والزيادة سوف تأتي ابتداء من بداية العام القادم هذا الموضوع وصلنا للنهاية ونكون عملنا جولة شاملة على كل تطورات هذا اليوم تحياتي لكم مع السلامة